اشتركوا في القناة في تصفيات المونديالا والقرعة تنطلق في هذا المعيد ادارة نادي تشيسي الانجليجي توجه صدمة قوية للمغربي حاكم زياش بسبب هذا القرار خزينة نادي الرجاء الرياضي تنتعيش بمبلغ مالي ضخمة بسبب المدافع بضربان هنا تصرف غريب وغامض من نادي برشلون الاسباني لدى لاعبه المغربية عبد الصمد الززولي عاد جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكورة القدم لتهنئة المنتخب المغربي على مصاره المميز في مونديال قطر 2022 متماعنيا تحقق المنتخبات الافريقية لنتائج طيبة في مونديال السيدات استراليا نيوزيلندا وقال انفانتينو في حديثه خلال الجمعية العمومية ل45 الاتحاد الافريقي لكورة القدم المقامة في ابيت جانا لقد عشنا واحدة من افضل النصخ كأس العالم في قطر وهنئ المنتخبات الافريقية التي بصمت على مصار استثنائي كالمنتخب المغربي الذي وصل للنصف النهائي ومنتخب سنغال وتونس اللدان قدمها كل مستوى الجيدة نحن نشهده رقما قياسيا ايضا في المشاركة الافريقية بكأس العالم للسيدات تتمثل القارة الافريقية باربع منتخبات وهم المغرب زامبيا نيجيريا وجنوب افريقيا واختما الرئيس حديثه بالقول اتمنى الظهور عدد اكبر في المستقبل والكورة القدم النسوية الافريقية في تقدم مستمر كما هو الحال عند الرجال واتمنى رؤية نتائج طيبة في المنظر يتعرف المنتخب الوطني المغربي يومه الخميس على خصبه في التصفيات كأس العالم الفين وستة وعشرون عبر القرع التي ستجرى في العاصمة الافوارية ابيت جان ومن المرتقبي ان تجرى القارع يوم الخميس على الساعة الرابعة عصرا بتوقيت غرينهت حيث يتوجد المنتخب المغربي في المستوى الاول باعتباره المصنف الاول قارعيا على مركز تايت عشر عالميا وسيعرف النظام الجديد توزيع منتخبات المشاركة على تسع مجموعات وتضم كل منها ست منتخبات حيث تتأهل المنتخبات التسع المتصدرة مباشرة الى كأس العالم الفين وستة وعشرون وفي المقابل ستخوض افضل اربع منتخبات تحتل المركز الثاني دوريات مصغرة سيحصل الفائز منها على تذكرة العبر الى الملحق المؤهل الى كأس العالم ليرتقب النجم المغربي حاكم زياش لاعب نادي تشيسي الانجليزي تحديد مصيره خلال الفترة المقبلة وفقا للتقارير الإعلامي الانجليزية وتلقت ادارة تشيسي طلبا من زياش بضرورة البحث عن فارق شديد بسبب تعطر صفقة انتقاله الى نادي النصر الصعودي وفقا للتقارير نفسها فان الادارة الامريكية لتشيسي وضعت حاكم زياش حتى الضغط لاتخاذ قرار مغادرة النادي خلال فترة الانتقال الصيفي الحالي وذلك للاستفادة من الصفقة المالية لانتقاله وهناك عوض اوروبي قوية قدمت لحاكم زياش حيث يرغب نادي روما في ضمه الى صفوفه بقوة بناء على رغبة المدربه السابق جوزي مورينيو في الاستفادة من مهارات اللاعب المغربي الدولي كما اشير الى ان امكانية عودة حاكم زياش الى نادي ايكس امستردام حيث يطمح انصار النادي في استعادة نجمه السابق وضمه للفريق ومن المتوقعي ان يتخذ حاكم زياش قرارا بشأن مستقبلي في الايام القائلة المقبلة حيث سيحدد وجهته قبل بداية شهر اغسطس للانضمام والاستعداد مع فريقه الجديد ويدرك ان حاكم زياش انضمام تشيسي قادما من ايكس امستردام الهونان دهي انتعشت خزينة فارق لدي الرجاء الرياضي في الساعات القليلة الماضية بنصيب مالي بسبب بطر بانون ساعد بطر بانون خزينة فارق الرجاء بمبلغ مالي محترم تصل قيمته الى ما يقارب 31 مليون سنتيم ويأتي هذا المبلغ بسبب مشاركة بطر بانون في كأس تعانو قطر 2022 رفقة المنتخب المغربي واحشيل له لمركز الرابع وسبق للمصادر ان اكدت قبل اشهر ان فارق الرجاء سيستفيد بدوره من مشاركة بطر بانون في كأس العنم وان كان الودادة قد حصل على ما يقل عن مليار وخمسمائة مليون سنتيم فان نصيب الرجاء لم يتعد الا 31 مليون سنتيم ويعود ذلك لكون بانون غضر فارق الرجاء في نومبر من عام 2020 ولاعب لفارقين بعد ذلك هما الاهل والمصري وقطر القطري واستفاد الاهل المصري نظيره مشاركة بانون ولاعبين اخرين في منذ القطر من مبلغ 420 الف دولار في حين كان نصيب قطر القطري 143 الف دولار وتمنى الرجاء الريادي في وقت سابق مشاركة انا الزنيتي في كأس العنم قطر 2022 يكون المبلغ المرتفع لكن ناخب الوطني وليد الريقراجي فضى داريد التقنوتي اتار تصرف برشلون مع نجمه المغربي عبد صمد ززولي التعجب من قبل اعلام الالكتروني عقبة تألقه في كأس امم افريقيا 2023 مؤخرا وقاد الززولي منتخب أصول أطلس للتتويج بلقبه على حساب المنتخب المصري ونال جائزة الهدف البطولة واكثر لعب قدم تمليلات حاسمة وتعجب منذ دي بورتيفو الإسبانية من خيار نادي الكتالوني عدم توجيه التهاني لللاعب الشاب عبر موقعه او حسابه المختلف على وسائل التواصل الاجتماعي رغم تتويجه بلقب رسمي مع بلاده وتتويجه بلقب الهدف وأفضل مرار للكرات الحاسمة وأفضل لعيب بالمسابقة وأضافت قائلة الإهانة تزداد قبحا عندما نرى أن أصصنا فريقه السابق كان سريعا في تهنيئته على تويتر واستخدموا صورتين لعب الصمد وهو يرشد اللو الأحمر ليس بقميس المنتخب المغربي ولكن بقميس أصصنا إنهم يفخرون به وبالتأكيد في برشلون أيضا لكن لم يدرك أحد أهمية إعطاء القيمة المستحقة لتحقيق اللقاب شكرا على فسن المشاهدة لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد أخبار المغربية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر